شموا للدوء قد تصلح هذه العبارة حتى الآن لوصف البطاقة التمويلية التي كان يفترض أن تبصر النور بالتزامن مع رفع الدعم ولكن ها هو الدعم قد رفع فيما البطاقة لا تزال تتخبط مصادر وزرية معنية قالت للو تي في أن عدة عوائق عرقلت ولادة هذه البطاقة أبرزها الخلاف حول استخدام منصة امباكت للتسجيل بالتوازي أيضا مع الجدل حول تولي التفتيش المركزي إدارة المنصة الخاصة بالبطاقة انطلاقا من أن إنشاء منصة كهذه يندرج في إطار الأعمال التنفيذية التي تتولاها الأجهزة الإدارية التنفيذية في وزارات الدولة فيما التفتيش المركزي يقوم بمهمة الرقابة على أعمال هذه الإدارات فهل يراقب نفسه؟ أما العائق الثاني والأهم فيتمثل بعدم الاتفاق على كيفية الدفع من خلال هذه البطاقة إن كان بالليرة أو بالدولار وفيما تحدثت بعض المعلومات عن تجميد البنك الدولي القرد المخصص لتمويل هذه البطاقة بعدما لاحظ خروجا عن شروط القرد من طرف واحد عبر أحد التعديلات التي أقرها المجلس النيابي نفت أكثر من جهة موضوع تجميد القرد على أي حال فقد ناقشت لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام في هذا الملف ثم تطرق المجتمعون إلى البطاقة التمويلية وضرورة إقرارها في أسرع وقت ممكن وتقدم وزير الشؤون الاجتماعية بالتعديلات المطلوبة والتي حولت فورا إلى دولة رئيس مجلس النواب الذي سبق وأخطر دولة رئيس الحكومة بعقد جلسة نيابية في 28 من الشهر الجاري لإقرار هذه البطاقة لإقرار التعديلات على هذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ لمساعدة المواطنين من جهاته طمأن رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني عبر الأوتي في إلى أن معظم العقبات قد تم تذليلها والبطاقة باتت تقريبا جاهزة على أن تبصر النور في القريب العاجل وهو وإذ أشار إلى أن التسجيل سينطلق قريبا جدا كشف عن توجه لزيادة الصقف المحدد في البطاقة بـ 126 دولار في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات ترجمة نانسي قنقر